دع حزب العمال الكردستاني مقاتليه إلى وقف أنشطتهم في تركيا والاكتفاء بالرد في حال تعرضهم لهجوم وفق ما أعلن على موقع إلكتروني مقرب من الحزب ونقلت وكالة الفراط للأنباء عن رئيس حزب العمال الكردستاني جاميل باييك نقلت عنه قوله إن القرار اتخذ استجابة لدعوات من داخل وخارج تركيا وأضاف باييك أن مقاتلي الحزب سيتجنبون كل عمل يمكن أن يعيقى تنظيم انتخابات نزيهة وعادلة والمقرر إجراؤها مطلع الشهر القادم وجاءت تصرحات باييك بعد ساعات من التفجيرات التي هزت أنقرة وبعد مضي ثلاثة أشهر على قرار حزب العمال إنهاء وقف إطلاق النار الذي استمر عامين